استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العديد زالسود حفظه الله في قصر العوجة بالدرعية مساء اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورحب خادم الحرمين الشريفين بسمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في بلده المملكة وقد نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز فيما حضره من الجانب الإماراتي الوفد المرافق لسمو ولي عهد أبو ظبي وعدد من المسؤولين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة